اشتركوا في القناة في فجر يوم غائم في المدينة المنورة توافد اهل المدينة الى المسجد النبوي كعادتهم لاداء صلاة الفجر كانت المدينة تغمرها هالة من الروحانية حيث كانت الاجواء محملة بائحة التاريخ والعظمة في تلك اللحظات انتشر خب غريب بسرعة البقي بين الناس هناك خطة سرية لنقل جسد الرسول من المدينة المنورة الى الرياض جاءت الخطة من لجنة سرية تزعم ان هناك رؤيا نبوية تتطلب نقل الجسد الى الرياض لحمايته من خطر محتمل بالرغم من عدم تصديق الكثيرين لهذه الرؤية الا ان القلق بدأ يتسلل الى قلوب الناس تم تجهيز الفريق ووضع الخطة بسرعة تحت غطاء الليل حيث كان الهدف هو تنفيذ النقل قبل شروق الشمس في اللحظة المقررة بدأت العملية بهدوء دخل الفريق الى غرفة الدفن بموافقة مشايخ المدينة وبدأوا في رفع الجسد الشريف ولكن ما ان بدأوا في حمل النعش حتى توقفت حركتهم فجأة شعروا بان النعش كان ثقيلا بشكل غير طبيعي وكأن قوة خارقة تمنع نقله بدأ الهمس والخوف يتصاعد بين الحاضرين في تلك الاثناء قرر احد المشايخ قراءة بعض الايات من القرآن الكريم طالبا الهداية والتوجيه وما ان بدأ بقراءة الفاتحة حتى حدثت معجزة لا تصدق اضاءت الغرفة بنور سماوي باق وظهرت كتابات نورانية على الجدران مكتوبة بالخط الكوفي هنا مقام رسول الله حماه الله الى الابد تجمدت الاجواء وتوقفت الانفاس ادرك الجميع ان ما يحدث ليس له تفسير سوى انه معجزة الهية ترك الفريق النعش مكانه وعادوا الى الخارج حيث تجمع اهل المدينة باكملهم وهم في حالة من الرهبة والخشوع سارت الاخبار كالنار في الهشيم وزار الناس المسجد النبوي باعداد غفيرة لرؤية العلامة السماوية اصبحت القصة حديث الجميع وشكلت تحولا كبيرا في حياة الناس ازداد ايمانهم وعادوا الى القرآن والسنة بنية صادقة علم الجميع ان المدينة المنورة هي المكان الذي اختاره الله لجسد نبيه وان اي محاولة لتغيير ذلك ستقابل بقوان غير مرئية تحميه مع مرور الايام اختفت الكتابات النورانية لكن الاثر الذي تركته في قلوب الناس لم يختفي اصبح المسجد النبوي مكانا للحج اكثر من اي وقت مضى وازداد احترام الجميع للمكان المقدس انتهت الحكاية ولكن معجزة نقل جسد الرسول الى الرياض التي لم تتم اصبحت جزءا من الاساطير الشعبية التي تروى للاجيال الجديدة لتبقى ذكرى خالدة تعزز من ايمان الناس وتعميق محبتهم لرسول الله في قلب الجزيرة العربية تقع المدينة المنورة المدينة التي شهدت احداثا تاريخية ومعجزات متجذرة في الذاكرة الاسلامية قصة اليوم تسلط الضوء على بعض هذه المعجزات التي وقعت في المدينة المنورة وقرب قبر النبي محمد الجزء الاول استقبال المدينة للنبي محمد عندما هاجر النبي محمد من مكة الى المدينة المنورة كانت المدينة تنتظر بشغف قدومه اهل المدينة من الاوس والخزرج استقبلوه بحفاوة وترحاب عظيمين واصبح قدومه بداية لعهد جديد من الوحدة والاخاء بين القبائل وكانت اولى المعجزات التي شهدتها المدينة المنورة بعد وصول النبي هي حادثة بناء المسجد النبوي في الوقت الذي كان المسلمون يبنون المسجد كانت اشجار النخيل تتحرك في غير موضعها لتتيح المجال لبناء المسجد مما اثار دهشة الجميع هذه الحادثة كانت بمثابة علامة الهية على بركة المكان واهمية المسجد الجزء الثاني معجزة البئر المعطاء كان في المدينة بئر تعرف ببئر روما وهي من اهم مصادر المياه في المنطقة كان الماء فيها عزيزا وغاليا اذ كان يمتلكها رجل يهودي يبيع الماء باثمان باهظة دعا النبي اصحابه الى شراء البئر وتقديم الماء للناس مجانا فجاء عثمان بن عفان رضي الله عنه واشتراها بعد ان اصبحت البئر وقفا للمسلمين شهد الناس معجزة فيها اذ اصبح ماء البئر متدفقا بكثرة بحيث لم تعد تجف ابدا وكانت تكفي اهل المدينة والمسافرين والزائرين للمسجد النبوي اعتبر الناس هذه المعجزة تأكيدا على بركة النبي ودعوته للخير والاحسان الجزء الثالث حادثة القمر المنشق في احدى الليالي طلب مشركو قريش من النبي ان يظهر لهم معجزة تدل على صدق نبوته فاشار النبي محمد الى القمر فاذا بالقمر ينشق نصفين بحيث كان النصفان متباعدين بشكل واضح كانت هذه الحادثة من اعظم المعجزات التي شهادها الناس في المدينة المنورة واصبحت قصة تتناقلها الاجيال كدليل على صدق نبوته الجزء الرابع شفاء المريض عند قبر النبي بعد وفاة النبي محمد دفن في حجرته الشريفة بجانب المسجد النبوي وقد زار قبره العديد من الصحابة والتابعين طلبا للبركة والدعاء ومن بين القصص المتداولة عن بركة قبر النبي قصة الرجل الذي اتى الى المدينة المنورة مريضا يعاني من مرض خطير كان الرجل يبحث عن علاج دون جدوى حتى نصحه احد الاصدقاء بزيارة قبر النبي عندما وصل الرجل الى القبر الشريف داع الله بخشوع وطلب شفاعة النبي بعد لحظات شعر الرجل ببرودة تسري في جسده وبدأ يشعر بالتحسن الفوري عاد الى دياره بصحة جيدة وروى للناس ما حدث معه انتشرت قصته بسرعة واصبحت رمزا للإيمان والتقدير للنبي الجزء الخامس معجزة الدجال وقبر النبي تشير الاحاديث النبوية الى ان المسيح الدجال احد اكبر الفتن في اخر الزمان سيحاول دخول المدينة المنورة لكنه لن يتمكن من ذلك وقيل ان المدينة ستكون محصنة بالملائكة وسيهتز كل جزء منها عند محاولة الدجال الدخول لكن الاكثر اثارة في الرواية هو ان الدجال سيحاول الوصول الى قبر النبي ولكنه لن يستطيع حيث ستمنعه الملائكة وتحمي القبر من اي اذى الجزء السادس الحادثة الغامضة في الحجرة الشريفة في احدى الليالي حدث امر غريب في الحجرة الشريفة حيث قبر النبي سمع الحراس في المسجد النبوي اصوات غير عادية تأتي من داخل الحجرة عندما اقتربوا للتحقق رأوا ضوءا ساطعا يخرج من الحجرة ثم اختفى فجأة لم يجد الحراس اي تفسير لهذه الحادثة لكنهم اعتبروها علامة على الكرامة الالهية والقداسة التي تحيط بقبر النبي الختام استمرارية البركة المدينة المنورة وقبر النبي محمد يظلان حتى اليوم مكانين مقدسين للمسلمين الملايين يزورون المدينة سنويا للتبرك والصلاة في المسجد النبوي وزيارة قبر النبي القصص والمعجزات المرتبطة بهذه الاماكن تعزز ايمان المسلمين وتجعلهم يشعرون بقربهم من نبيهم هذه القصص تعتبر جزءا من التراث الاسلامي وتعكس عظمة النبي محمد وبركته وهي تذكرنا باهمية الايمان والاخلاص في العبادة وتجعلنا نقدر النعم والكرامات التي منى الله بها على هذه الامة